السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القانون السماوي ما يتعلق بالقانون الوضعي اليوم لا يتكلم معاكم بموضوع يتعلق بالقانون الفوقاني والأحيال لكم يكساعة قلنا في زمن النصر أعلن فيما الأمن الفوقاني اللي هو مثلا الوزير الأول والمدير العام بالأمن وفم الأمن التحتاني اللي هو والي نواكشوت ونقيب المحامين يكساعة الشيخ والحندي والشيخ الرضا القانون المولي يقرر في الجامعات المحترمة أعلن فيه القانون الفوقاني والقانون التحتاني القانون الفوقاني اللي هو القانون السماوي والقانون التحتاني هو هذا القانون الوضعي عندنا صار هذا واضح عندهم للواء سيفيل واللواء إكليزيستيك يقال بالنسبة للموريتاني في جمهورية البيضان ذلك من يلا يتحس عليها رقع ذلك ما من يلا ينقال بهاللي الغموض هو الحقيقة بالنسبة لجمهورية البيضان للإسر دون كل يوم لنتكلم معاكم في موضوع ما يتعلق بالعدالة الوضعية وتولينا يعود الصوت مسموعة تنبهوني عليها لياكنا لياكنا نبدأ معاكم السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد اللهم صلي وسلم أيها أنتم جاهزين والله ما يكون جاهزين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله على كل حالة أنا مذكركم نفسي بقول الله تعالى والذين يمسيكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع عذر المصلح طبعا هذه الآية يشتفتح بها تواصل آدة مهرجاناتهم في صالة بوحديدة وفي البريدات الثانية قالوا في الحقيقة لين عودوا لين يفوتوا لين يدخل البرلمان يعودوا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام ويعودوا بدلهم يعودوا دعاة لله يعود بعضهم على الأقل دعاة للنار كي مثلا الإمام والداعية إلى الله وإمام المسجد النائب المحترم نائب تواصل شيغولان وطبعا نائب حزب تواصل ونائب رئيس الجمعية الوطنية يدعو إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويصف بأنه عمل إسلام قيم يقير هذو التواصليين اللي للطريقة مستهدفين موريتاني فعزم عندها اللي هو العلماء اليوم استقربت من شيخ فاضل فقيه وحبه في الله وأعرفه اللي هو النووي عرفته هو ينافح عن هذا الدين عرفته هو معتقله معاوية حاكم إمام جمهوري مستبد وأنا ندافع عنه شاب صغير يقير وأحببته لي لأني شفت منه الالتزام والكفاءة والسنة يقير ذهوالي اليوم يتكلم يقول يقول روايات غريبة إن شارنا واحد من تواصل من قيم الدرك في قطر فيديو يتكلم فيه الشيخ النووي يقول بصريحة العبارة من حضر مجالس مركز السلم الشيخ عبد الله والبي فقد كفر بالله تعالى من حضر هذه مجالس السلم هي مجالس يكفروا فيها بالله تعالى ويستهزأوا بكلامه وهذا هذا الكفر هذا الكفر هذا التكفير هذا خطير شنين مصرح شنين مصرح التواصل فعلاleans يعود الشيخ عبد الله والبي كافر بالله ترى هذا لا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا لماذا لا يرى واحد من العلمانيين والجمهوريين التحتانيين لا يعرفوا شيء ويقولون انه كافر يوخذوه من دائرة الإسلام عقب ذلك لماذا موريتاني يعود الجمهوريين يكفروا والتواصليين لهم اليسار الإسلام يكفروا هذا مخالف للدين هذا مخالف القانون شنو مصلحتنا في أن نقوله دار الإمارات العربية المتحدة دار كفر هذا يخدم رأى هو بالتوازي مع هذا الفم الفقه الفم الفقه الشه الشه يقول مؤتمر السلم والإمارات اللي واحدة فيه سرطان زندقاء هرطقاء فسق فسوق يا عباد الله شنو المصلحة فعلنا عالم جليل شيخ وقور وابن شيخ طيب من طيبين يقوله كافر بالله حشة هذا يخدم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن يلقى إليكم السلم لست مومنا تبدغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فتبينوا إن الله بما تعملون خبير شنو المصلحة في أن يعود الشيخ عبد الله والبيا كافر شنو المصلحة في يعود الدعوة للحوار الأديان دعوة كفرية أنا شخصيا أدعو الحوار الأديان ونشتقل على حوار الأديان ونشتقل على ترجمة أول ترجمة القرآن الكريم تعترف به كتابة حكمين موجه له الأديان الثانية موجه للمسيحيين واليهود لأني أريد غيظ مارتين لوذر وأريد غيظ سبينوزا اللي أدو أيمان القرآن الكريم ما يترجم ترجمة سليمة لللغات الأوروبية به ليتعدلوا يتحولوا كاملين لمسلمين الإسلام دين عزة الإسلام دين مرؤة المرؤة أخته الديني العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الإسلام مع حوار الحضارات ومع حوار الأديان مع السلم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم كيفاش تواصل لا يحرموا علينا دار السلام لا يحرموا علينا مجالس مجلس السلم شين مشكلة مجلس السلم لماذا نحضروا الدعوات اللي نظموها تواصل اللي بعضهم يدافع عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي خايف منه ألينور روزفلت وخايف منه مجلس الدول الفرسي ومع ذلك هم يقدموه الملتانيين في شوالع سين كيم افتن بدقة فواد الناجة بعلنوا عمل إسلامي قيم ومع ذلك لم نقول إن أحدا من تواصل كفر بالله ولا يمكنوا أن نقولها كيف يعودوا الصلع علماء الأجلاء العاملين أهل القرآن الشيخ عبد الله والله مولي الدول الإسلامية كيف الإمارات دار كفر هذا ما يخدم هذا هذا موت دين هذا موت دين الله هذا مخالف للقانون ومخالف للدين وهذا ما قال اسمحوا لي عادة ما نتكلم في النوع من الواضيع على هذه الصفحة هذا فرض على لي نتكلم لعل يعود سكوتي عنه يحصل ينالي منه إذم بهلي في الحقيقة أنتم تعرفوا السكوت السكوت في القانون مرة يعود سرس ددروعة للسلاص السكوت يعود مرات مساس المسؤولية وكيف ذاك في القرآن مولي أيضا مولانا يقول واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة معناها لين يخلق المكر حد سكت ميالت ويخاف من اللي يعود في لا يعود في يصنف في الذين ظلموا بيلي في الحقيقة الإسلام في اللي الذين ينهون عن السوء والله الذين ظلموا خالقه دار يتكلم عن البضان دار الحق ما تنقلك ما يخالقه ذيك دار الفاسقين فلما نسوا ما ذكروا به أن جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون في الحقيقة لا يمكن إلا أن أقول جهرا أني أبرأ إلى الله وأني حوقا ومن يقود عالم جليل كيف الشيخ عبد الله بن بي وعلماء منخلطين في هذا الاتحاد ومجتمع تحكم الدولة تعترف بالشريعة الإسلامية عقيدة وتعترف بالشريعة دينا ومع ذلك يقود إن قال أنها دار كفر وعلى لسان من على لسان النووي نووي وليس كأي حالم ولا ثاني نووي حالم جليل مجاد في سبيل الله صادق يا قارب الحقيقة تم التغرير به من طرف الأغراس الأغراسي يعني على جماعة التواصل يحجلكم اللي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قرس قايل لهمانهم ولباتهم اللي منهم قط قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قرس وقرس وقرس بها اللي اللين يعود النبي صلى الله عليه وسلم ينقال لقناس يقولون وبعد قيادات من تواصل أول إله إلا الله لا بد هذا يعود يوصل للتكفير لنعود علماء لأمين قال لهم كفر الشيخ عبد الله والشيخ المحبوب كافر هذا هذا كلام النووي وأنا نعرف أن النووي مغرر به هذا لا يعود قايله لو واحد مجموعة التواصل بيليان الفيديو شفته منشور واحد من المجموعات ناجرنا واحد من التواصل يقال رائعي لين نقولان اليوم وهي جميل قولان واحد النواب تواصل يوه والدكتور سيدي وهو واحد من ناقشانه هو الله الذي لا إله إلاه ويدن واحد منه والد ديرين يتعطرفك يدنه يقبل الظهور بيلي يعرفون هذا موت دين الله هذا موت دين الله ولهذا طالب المسلمين مستنصر بيهم ولاني يقول وإن نستنصركم في الدين فعليكم النصر مستنصر بيهم نتعطاه ليدل إياكم نقولول الجمهوريين اللي يكفروا المسلمين كيف حاجلكم ولا الرئيس عندما لين ترفت على السعد الدكتور السعد وقال له عين الدقف عين أنت بلا عقيدة حد بلا عقيدة وعين كافرون بالله هاي مين قال والله من اللي ضرك التواصل قابضين شاحنين دماغ عالم جليل بشمل معلومات المغلوطة ويوقفوا ويقول حد كامل حضر مركز السلم حضر الاجتماع يعتبر كافرا بالله تعالى ومركز السلم حضروا الرئيس والغزوان مصر مولانا ورئيس مجتمع مصري هل ترى لا ينقولوا والغزوان كافر بالله حضروا عالم جليل وزير توجيه الإسلام لا ينقولوا أنه كافر بالله حضروها وحدين حضروا الرئيس النيجيري ولا ينقولوا كافر بالله مركز السلم لماذا مركز تكويل العلماء قياد الشيخ حسن الددو يقرص مركز السلم من حضره كان كافرا بالله هذا ما هو دين الله رأوا احتجاج الشيخ النووي بقوله تعالى فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم ذيش يتربوا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم الجمع هذا ما هو ضروري عقب لاك استشهادهم والذي بقوله تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون لا ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يأخذوا منها وليك الذين اتبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب نليم لماذا بما كانوا يكفرون شين المصرحة في أن يقوله الشيخ عبد الله كافر بالله شين المصرحة في أن يقوله مؤتمر السلم الذي يحضره كامل كافر بالله هذا الشيخدم الشيخ الفقه الشاه 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 لماذا شين المصرحة تكفي أن يعود الشيخ عبد الله والشيخ المحفوظين قالوا زنديق هذا الشيخ يخدم شني مصطح تكفي أن يعود العلماء اللي ينافحوا عن الدين كيف الشيخ عبد الله وضراب والثانيين اللي ما هم معتبرين يكفر معمر القذاب ولا يكفر صدام ولا يكفر حافظ الأسد وأعلن الفساد ما يخلق في الأرض وأعلن الأمن يراعى وأعلن إسرائيل والجهات البطر ما يمكن له في الأرض هذه الناس اللي كانت تتنافح على المشترك تعود أنت الشيخ معناها الفقي الشاه تقول زنديق فهرطقة هذا غريب وملي دين الجماعة كانت يتكلم الكلام إذن يقولون الخلطة أنتم أحق أنتم أقع وخيرت بكم مخبتين ومجايدين في سبيل الله نحن هنا ندعو الحوار لأديان وندعو الحوار لحضارات وبالنسبة لنا الدين المقتنعين به دين دقائع ودين عزة وهو يوليناك شو ما أحد منكم أطول أحد منكم نتكلموا لفوق وبعد المناظرة مجبهم لنا حتى لا يلتبس الحق بالباطل داود وسليمانا يحكمان في الحرذي الدستور الموريتاني فيه فيه العلنية لماذا الفقي والعلماء الثانيين وخلط التواصل يقبضوا الظهرة يقل الصلاة واحد منهم ما هو مستحي يا الخلطة التكفير خطير أنا رأيك لين توخض مسلم مولانا من دائرة الإسلام يا أخوة هذا ما هو ضروري أنت يا أخوة ما نخربه أنت يا أخوة مولانا قال لك فتبينوا فتبينوا رأوا الكفر فعلا خالق عقب ذاك أولين تعود لإمارات دار الكفر أيوة موريتاني اللي فيها قانون العلمانية لا الواسل لاي سيتي أمبلي من 1900 ترجمة نانسي قنقر